أشهد المناسق الدولي لبرامج دول شمال أفريقيا والسودان بمنظمات الهجرة الدولية كيني رسول باستقبال مصر وتعاملها مع ضيوفها من المهاجرين واللاجئين وقال المسؤول الأممي إن مصر دولة تستقبل منذ عصور المهاجرين ولا يوجد مخيم واحد لإيواء اللاجئين والنزحين في مصر لافتا إلى أنه عمل في العديد من البلدان في أوروبا وأسيا والشرق الأوسط وجميعها بها مخيمات لكن الوضع في مصر يختلف كثيرا أضف كيني أن المنظمة تعمل بتعاون مع الهلال الأحمر المصري والجهات المصرية من خلال برنامج خاص لدعم مصر فيما يتعلق باستقبال المهاجرين الذين فروا من السودان على خلفية الأحداث الأخيرة